مشاهدين الكرام اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من صحافة حول العالم نبدأ أولى محطاتها من صحيفة الجارديان البريطانية حزب الله اللبناني يستخدم الفن والألماس في غسل الأموال نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا عن الأنشطة المشبوهة التي يقوم بها حزب الله اللبناني وكان آخرها استخدام الفن والاتجار بالقطع الفنية والألماس كغطاء لعمليات غسيل الأموال وتوفير التمويل اللازم وهو ما دفع بريطانيا لفرض عقوبات على شخص يتاجر في القطع الفنية لصالح الحزب وقال كبير المراسلين في الجارديان دانيل بوفي في تقريره إن ناظم أحمد الذي تعتبره الولايات المتحدة الممول المال الشخص للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يشتبه في قيامه بغسل أموال قدرة يمتلكها حزب الله لذلك تم استهدافه في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب في بريطانيا لذلك وضعته وزارة الخزانة البريطانية على قائمة العقوبات واتهم أيضا في الولايات المتحدة بسبب مزاعم استخدام مجموعته الفنية في أعمال غير مشروعة وكان قد تم وضعه في السابق على قائمة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية ويوم الثلاثاء اتهمته محكمة في نيويورك إلى جانب ثمانية آخرين من بينهم ابنه وابنته بانتهاك القوانين وإجراء معاملات فنية وأصفقات مجوهرات بقيمة 160 مليون دولار منذ عام 2019 ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة